ليست الفعاليات الفنية والثقافية التي يشهدها شارع المتنبي هي من تبعث الباجة في نفوس رواده وحسب بل وجدت العائلة العراقية متنفسا اخر يتمثل بكيفية الوصول الى الشارع عبر ركوب الزورق النهري وعبور نهر دجلة هربا من الزحامات المرورية اذ اصبحت هذه الطريقة تمثل سعادة كبيرة وفرصة لالتقاط بعض الصور التذكارية هروب من الازدحام يعني باقي الطرق ممكن ازدحام ثاني شيء تغيير جو واحد روح هو اصدقائه هو جماعة يجي يتونسون نستخدم النهر لاستنشاق الهواء النقي والملاطفة مع الماء وهذه الاجواء الحلوة الجميلة وهذا النهر مرتبط ارتباط صار ارتباط وثيق بهذا الشارع المركز الثقافي البغدادي كان اول محطاتنا حيث شهد احتفاء مؤسسة مدارك بالتشكيل طالب مكي المبدع الذي اصبحت نتاجاته الفنية بديلا لعدم قدرته على النطق مكي الذي يعد اول من اسس مجلة عراقية للطفولة هو من تلاميذ الفنان الكبير جواز سليم وينتمي لجماعة المجددين للفن التشكيلي العراقي فكان هو يرسم بطريقة حديثة جدا طبعا مستقات من خلال دراستة على يد جواز سليم شكل مباشر كان استاذة وبعدين لما استدعت الدولة الى تأسيس اول مجلة للاطفال كان رائد بها من ناحية الرسم شارع المتنبي يحتضن ايضا العديد من البائعين الذين يقدمون بضائع ترتبط بالفلكلور الشعبي فهذا الحرفي يبيع بعض القطع والزخارف التي تكتسي باللون الازرق وتسمى شعبيا بالسبعيون دفعا للحسد اما هذا الرسام فيحاول ادخال الفرحة الى نفوس الاطفال بالرسم على وجوههم يعني هي هواية يعني من صلي 12 سنة ارسم اول شيء على الورق وبعدين قدلت بالفرشة ذلني الافكار طبعا استوحيهن مما موجود احنا عندنا بالمجتمع والفلكلور العراقي اللي هي الاشياء اللي تخص الحسد السبعيون الكيف ذلني شغلات متجذرة بالفلكلور العراقي ومستخدمة يعني بكثرة بالبيوت البغدادية فعاليات ونشاطات فنية مختلفة هو ما يشهده شارع المتنبي في كل اسبوع ولن التقاطاتنا التي تتنوع ايضا لنقل جميع التفاصيل التي يحتويها الشارع ذو الصبغة التراثية والثقافية موفق مجيد الحراء بغداد ترجمة نانسي قنقر